تفهم مرحبا وصباحا النور سباح الخير ومرحبا بكو بكافة المستمعين وأسبوع موفق لجميع شكرا لك أسبوع موفق ويوم موفق زادا لك انتي مادام نيل عميرة إذن باش نحكيه وعلاقات المراجعة ولت مذكريتها هي نغمالما يزي ما تكون موجودة راي علاش يزي ما تكون موجودة خاطر أنا كولي عتيتك ولدي مؤسسة تربوية أمانة منحبش نشوفه في الشارع قالوش نوع أوركوس وإلا أستاذ ما جيش وإلا معلم غايق وإلا جاي قبل وقت خاطر أنا نخدم يزي مني نجيبه قبل وقت مش يقعد لي فاكل محيط متاع المدرسة اللي ولا يخوف يخوف برش رو ما فيش حتى سيكوريتين فما حتى أمان ونجمش نطمان على ولدي في محيط المدرسة ونزيد نخاف كي يخرج من محيط المدرسة ويمشي في الشارع وينجم يعملها التلميذ دونك خاطر ما فاماش مراقبة اللي سالدو برمانونسة دوم متاع القاعات المراجعة موجودين من وقت إينا كانوا تخيزة غيابل كنا نقعدوا فيهم نقراو ونتقفو ونعملوا كي نوادي ديما معانا كل قيمة كل عس هاي حسرة والله هاي وستي مؤثث انا تخيزة لازم معانا نقعدوا في تواول وكريسي بان يافي با اوغدينتور في وقتينا فما كي المكتبة صغيرة انا في لا بوسيبليتي باش نخرجوا لقاعة الأسادة ونسألوا أستاذ اكل حاجة رانا مفهمناش ويفهمانا بان ستي بغيما حاجة كانت في مصلحة التلميذ والمؤسسة التربوية والولي دونك هاذا النوع من القاعات متاع المراجعة هما في مصلحة الولي المؤسسة التربوية والتلميذ دونك اللي كيب هذي الكل يلزمها قاعة مراجعة تكون فيها المينيموم دو كنفور مانيش قولت كنفور مينيموم دو كنفور معانا باش التلميذ ما يقلقش وما يهربش منها ويمشي للخطر اللي هو المحيط متاع المدرسة وانتي كمؤسسة التربوية انك عتيتك والدي وانتي عملت جدول توزيع المواد ولا جدول الأوقات انتي عملت كساعات الفراغ كليزور كروز دونك تتحمل مسؤوليتك فيهم والدي يكون عندك داخل المؤسسة التربوية تتبع صغير وقتها في الوقت ذاك الكل من الجدول اللي انتي حطوا أمانة في المؤسسة هذيك دونك لازمهم يحافظوا على الأمانة هذيك واجبوا طبعا وقت الفراغ انتي ما تلقاش ما يلقاش الصغير ما يلقاش التلميذ وين باش يبقى يراجع حتى محمي خلينا نقوله فقط من محيط البرة هذي نجم يكون بحظة محيط المدرسة ينجم يخرجوا يبعدوا ولقدر الله ينجم يتعرضوا البرشة حاجة خائبة قاعدين يخرجوا يبعدوا ويتعرضوا حاجة خائبة بعديك نقوله صغيرنا شبيه ومصغيرنا كيفاش اقل الحاجات مهيش موجودة بعديك فما سمحنا يقش نقص عليك يقولك يشوشوا علينا برشة في قاعة الموراجة نخرجوهم السيدين توما موجودين باش ما تخرجوهم مش موجودين باش تخرجوهم يشوش فما نوع من العقاب بوما موش العقاب ببغي ماو محبيشنا كلمة عقاب يجمو يتحمل مسؤوليتو مش نخرجو قالو شنو يشوش نخرجو إكسكلو نخرجو إكسكلو من قاعة الموراجة السيدين باش تخرجو باش تقصيه الساعة هذيك مش يمشي نقو على الوضع الكل دونك مش يمشي لقايا الخايبين ولا باش يزيد يكره أكثره المدرسة واحنا ديجارا نحبب فيهم نرجع وكسب الثيقة ولنا كيما كسب المؤسة التربويه والمربي ولينا نحب ونقربه شوي شوي على خاطر بالحق فيه جيدار كبير وكبير برشى اليوم أنتموا مبنيتوه كيخ On hadib يتاحاق هو الأستاذ منند بالند كيخف التلميذ يقطع كل راسه قريبا وuvre الكتاب쪽에 روك الكتاب سي بخي سيو مش اني فكرك في حادثة انا ديما نعودها تلميذ اللي عنف الأستاذ متاع وقتها ضربو كتب في الحيد شم ريحة الدم هذيك من بالحق التوى متشوكين منها قمت لعنف معناها انت شنو خلص صغير كتب بالدم متاع الأستاذ كلام كيما هذاك وين تعلم هذاك العنف هذيك الكمل بالحق حاجة وحشية حتى في الأفلام نشوفوا هايش ما سيناريو ممكن ما نتوقعوه الجملة انه تلميذ ينرجم يكتب حاجة كيما هذي بالفصان هذيك والقصوة هذيك عليش العداوة هذي غياب الإحاطة في المنزل وفي المؤسسة التربوية وغياب الأخصائي نفسي اللي أنا ديما واللي تنكعر برشا بالأخصائي نفسي الصغيرات ولا المراقين ولا الشباب اللي دوب ما نشوفوا عندهم اذتراب ما الأخصائي نفسي بشي حد مكل ظاهرة اللي عند التلميذ خات الساعات فما ظاهرة فماش عسا سحرية نحاها فما نحدوا منها نحاولوا نقصوا منها نحاولوا نهربوه نخرجوه ما كل عنف هذيك وما كل كره اللي ولا عنده هو الولي ينجم يفيق بصغيره مدار واللي يتعرضوا مربي كما المربي هذيك راه ينجم يتعرضوا الولي في حد ذاته ينجم الصغير يعنف أمه يعنفه شفنا شفنا صور هك وصلوا حتى للقتل لطفي ربي مانا وحتى أخويته وغيره وحنا عندنا ظاهرة الانتحار بارشا قروين علاش خطر نقمين على الوضع حتى يظهر لي في المراتب الأولى القيروين سفيقص الأولى يظهر لي من بعد قروين لعلي معتمديت لعلي آه خطر أخر يختار راهي معتمديت لعلي راهي منطقة فلاحية حلوة ياسر تقول عليك في سويسرا معني يادو تخيبو بيزاج وناس فلاحة لبس عليهم ماء بول الكليمازي دارو التقس وكسخانة والبتالة والظروف ولكل تلقات عليهم واللي عندهم برشا فقر ما كانتش فقيرة راي لعلي وحفوز ستي فريمان لتوب متاع القروين معني في الفلاحة وفي الخدمة ونتفكرها اينا دان الزاني سوصنديس لزاني كاتروفان قلت لك عبارة في سويسرا كتمشي اللي عليا معني هكلي سابان ولكن تواوليت خراب ونشوف في قلت انتي أعلى حابة الانتحار معني هنشوفوا فيها معني احباط معني وصلوا للاحباط سيئنا انتحر بهيك احنا عنا احصائيات كما هذي كي عنا باحثين في علم الاجتماع كي عنا اخصائيين نفسينين وعنا بارشا حاجات وعنا من الكفاءات ما نقولوا فرواحنا تبارك الله علش ما نقاوش حل ختم فمش إرادة الولي ملوح المسئولية المؤسسة تربوي المؤسسة تربوي كل واحد يرمي في الكورة يبقى هو الكورة صغير فالحنف اللي حكينا عليه انا كموربي في الابتداء انفيق انفيق الاستيراب يتفيق بي كلكو سواء حتى ولو انتي ما عندك حتى دراية بعلم النفس الطفل وبحتى شي يتفيق بي طوي يا كلكو شوس كي كلوش فم إطار في المندوب مندوبية التربية اللي هما البسيكولوج سكولير نتصل بيهم ونشد صحيح طيلة السنة الدراسية بحول الله ما توفى سنة الدراسية إلا منحد شوية ماك الظاهرة اللي عند التلميذ هذيك أي أنسي دي سويت حتى اللي يخرج من عندي من المدرسة ابتدائية أي غبلوت في السقون دي غوسي خطر دي ما تتبعي للمندوبية التربية طبعا احنا كنتبعوها صغير من اللي يبدأ دونك بش نحدو منها ذارة هذي بش نننفهموه وبتبيعته ومعناها وش نحاول نعاونه هلا هذي الكلمة اللي لو جعلها يعطيك صح مدام نيلة بش نعاونه بالحق خطر من الصغرة هي تتربى معاها الحاجة هذيك ويتعلمها من الصغرة دونك لازمنا نفيقو بي وقتها يزم نفيقو بي وقتها ويلزم احنا زادا نكونوا على قد المسؤولية بتاعنا اراو انا مو ربي ما نيش أستاذ ولا معلم فقط راني بش نسقل شخصيتك الصغير هذيك بش ينجم يستوعبك العلم اللي انا نعطيه فيه خطر انا اك العلم وكل بوغاش دو كخان كيبدأ هو ديزيكي اللي بغيره وما يحصل شي بش يحفظ لك ويصب لك في الورقة اوب انتلسي كل شي ما عاشي ما ينجم يوظف حتى شي من اللي انت يعطي تولو دونك نرجعوا لقاعات المراجعة بربي نداء لوزارة التربية مراقبة هذه اللقاعات الممتعة المراجعة ويزمها ترجع ويزمها تكون فيها التلمانية فيها انشطة متحطوه شدو وتعصو عليه كينكم من عرش حطولوا ديزيو ما عاشية ما عامية حافظو هي حاجة يحبوها ياني لابسيون ديك خليم يحبوها متأك حالما نانقضوه حتى في اللغات يمكن انقاض علاقال ويحوطوهم على سكة صحيحة بربي يزيني من صفر في الفرانسي في الباق وسفر في الانقلي صفر مش كوبي مش اثنين نستغل لهم في قاعات المراجعة وعندكم الأسيدة البطالة وليس يتطوعوا ويجيوا ويخدموا لكم أكيد هذا أكيد هذا أنت تعرفوا أنا نعرف لهم بشي تطوعوا ويجيوا مش تربح تلميذ ما نحرفش مخرش للشارع لو فما صغيرات يجيوا من قربه ويقروا في نابل يقرأ العشرة يجب أن يجيه من الثمانية بش يخلط على الكار الساعتين مش يقعدون في الشارع لا يجب أن يدخل قاعة المراجعة والراقب أنا كمدير المؤسسة التربوية كالراقب الكل يجب أن نعرف تلميذ اللي جايين من بعيد واللي يقعدوا في الشارع يدخلوا الكل لقاعة المراجعة ونعملهم بفات باش ما يتقلقوش خطر يحبوا يعملوا قيوة يعملوا حاجة شو؟ رهي ماشي حكيت إمكانيات حكيت مسؤولية مسؤولية وإرادة كيما قلت نزل يا تيك الصحة يا مدام شكرا لك في كل مرة طبعا تبدأ أكثر وأكثر رياتك صحة مدام نيلة أعميرة نائبة رئيس الهيئة التأساسية الوطنية للجمعية التونسية لنهوض بالصحة النفسية إن شعنا